و اتحدى فيهم واحد و اتحديتهم قبل كده يقول عكس الان انا بقوله اتحدى اي واحد فيهم كان محامي انا بقوله كان محامي او كان مرشد مرشدا محاميا او مرشدا واي عدو في الجماعة يطلع يقول عكس ده تطلع يعني اسوأ قذرات تعرفها والصناس زي هم مع بعض خيانة خيانة بينهم و بين قصرهم استغفر الله مهم عشان ده مش حديثنا النهاردة نروح فين كمان اه عنده مين اللي مكفرينهم التكفير فكر التكفير مين هم مين اللي عمل فكر التكفير ده سيد قد المجرم سيد قد فالتنظيم اللي ممسوك كشف الفكر ده قالوا ايه انه بعد 14-8 اصبح هم واخدين قرار اه اعداء الجماعة اللي انا قلتلكم عليهم مين هم اعداء الجماعة والتكفير المكفرينهم بالنسبة لهم دول كفرة واباحة قتلهم اللي هم زي ما قلتلكم في الجيش الشرطة القضاء الاعلام رجال اعمال غيره وبعدين الاخطر من كده انه بيطوع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بيطوعها بيطوعها كدليل شرعي يعني هو بيجيب ايات ملاقاش علاقة بالموضوع خالص بس بيدهاله عشان العدو المسؤول عن الاغتيال يقتنع بدا ده انا بيديك دليل شرعي تروح تقتل سي من الناس تفجر الحتة دي تروح تعمل بيديلو دليل هم ملوش علاقة بالشرعية ملوش علاقة ب دليل شرعي ليه علاقة بالقرآن ولا السنة خالص اللي ابتنع عن كل ده ولكن هو بتشوف شوف شوف الاجرام انه بيطوع القرآن والسنة عشان اقنع عناصري انهم يروح يقتل او يغتال او يسرق او حتى يسرق او حتى يرتكب مبقات وقال له لما بتعمل ده في سين من كذا ان انت بتنتقم لبناتنا شوف بيعمل وصل بهم الكفر والجبروت انه حتى يرتكب مبقات بدليل شرعي متخيلين حضراتكم اقصد ايه هنيجي ليه سيناريو اخر من السيناريوهات اللي موجودة سيناريو سوريا وده موجود معهم وسطيهم خطتهم فاكرين ما كانوش بيهزروا ما كانوا بيطلعوا في الاعلام يقولك ويه يعني سوريا ويه ما يحصل سوريا على الاقل احسن اه ده موجود التنظيم المسلح ده او الجناح العسكري بتاعهم الخطير للغاية او التنظيم الخاص اللي هو اتقبض على عدد كبير منه او مجموعة كبيرة منه من اهم العناصر بتاعته كانوا شغالين على مسألة وليه ما نكونش سوريا وليه ما نكونش سوريا طي قالوا ايه بالنسبة لسوريا قالوا ان احنا في فشل اي حاجات ان احنا نعملها طيب نعمل ايه نعمل فوضى الفوضى نزلت مجموعة في القاهرة على سبيل المثال او في الجيزة صعبة في القاهرة ما يقدروش ينزلوا في اماكن ينزلوا في احياء او حتة هم فيها كتير مش عارفين طيب نخرج لاي حتة لا بقدر الامكان يبقى فيه تجمعات متفقة عليها هنخرج مثلا مثلا وليكن منطقة ماء ونتجمع فاكرين في سنة من السنين كانوا راحوا المطارية فاكرين وكانوا هيعودوا في المطارية عايزين يعملوا مناطق زي كده بس هنا اعمل ايه اعمل عملية فوضى في هذه المنطقة من خلال الميليشيا بتاعتنا ونبدأ ناخد مواطنين سواء يعني مش عايز اقول عملية اللي هو بياخدهم معاه وبتعمل عملية تسليح لاكبر عدد من الناس اللي هو بتضغط عليهم يبقوا موجودين معاك في حالة ان انا مش قادر اعمل عملية حشد بيبقى منطقة معايا معايا عناصر بتاعتي المسلحة بضغط على الناس باخدهم معايا تحت هديد السلاح بيكون عندي تسليح بيجيلي بقدر السيطر على المنطقة دي والناس نعمل عملية الفوضى في هذه المنطقة ويبقى فيه مبين ضرب متبادل مبين الناس يبقى اعمل السيناريو ده اللي هو بدأ في سوريا ابدأ يكون السيناريو ده موجود في مصر اللي هو الاقتتال بين الناس والكلام ده يبقى ايه بيعمل التدقل الدولي يعمل ايه تدقل دولي مو خلاص انت الشعب بيقتل في بعضه وطب فين الجيش يبقى هنا ايه بد زريعة للتدخل الدولي ضمن الخطة اللي كانت محطوطة واعتبار تطبيقها اعتبارا من يوم 11 القادم اعتبار تطبيق خطة الفوضى هي دي لو انا مش عارفة حرر مناطق يبقى انا بعمل الجزء ده ان انا بعمل الناس يبقى فيه ما اقولش عليهم اخوان لا ده دول جزء من الشعب بصدر للاعلام الخارجي بصدر الامريكان اللي هم على طول في حاجة زي كده هيكون اول الناس اللي واقفين معهم انا بقول لكم تبقى حاجة لكم بس عارفين وفاكرين الكلام اللي انا بقوله اذا مش هيحصل طبعا ولا الكلام الفارغ ده قبل ما اعملوا ده يكونوا منتهين رأبهم مقطوعة يعني ولكن بقول لكم على اللي موجود على الارض اللي موجود كادلة انه نعمل هذا الامر وبالتالي يحصل بقى الضغط الدولي انه فيه ناس بيقتلوا بعض شعب بيقتل في شعب وبالتالي لازم نياخد اجراءات اقلها اجراءات عقابية تاني اجراءات عقابية بصدر السيناريو السوري انه هو دايما بيكلمك عليه ما كانش بيكلمك عليه كده لا بيكلمك عليه انه عايز يعمله بالطريقة اللي موجودة وانا بقول لك عنده في الوقت هيدخل معاه كينات اخرى جماعات اخرى جماعات بتاعته اللي هي طلع عمرها بتاعته ممكن نهاردة مستخبيين او قلقانين او خايفين ولكن هو عنده عناصر من الجماعات الاخرى من اللي انتوا عارفينهم طبعا على طول هيبقى فيها الحالة دية هيبقى موجود موجود معاه اه من الحاجات التانية اه شفوا الافكار الاجرامية الخطيرة صدررهم تكليف لكل الاخوان ركزوا في اللي جاي جدا كمان عارفين ايه была التكليف كل بيت اخواني يسيب المية طول النهار مفتوحة يعني انت رايح شغلك مفيش حد في البيت سيب المية مفتوحة طب ايه تاني سيب الكهرباء مفتوحة عشان كده يقولك مدفعش فواتير عشان هو عارف الفواتير حجمه ايه بالنسباله شوفوا الاجرام شوفوا فيه كان بيت تابع للجماعة الارهابية دي لو انت بتيجي تشوف ده الصهينة يعملوا ده ده اسوأ من الصهينة انه هو لا يمكن التفكير ده يجي في بالحد انه التعليمات كل بيت اخواني نازل من بيتك وراح شغلك ومراتك عندها نازل الشارع ولادك راحوا مدرسهم ولا جماعتهم سيب المية مفتوحة طول النهار وسيب الكهرباء ولع طول النهار والليل شوفوا الاجرام شوفوا الجبروت ده من ضمن التكلفات اللي صدره ليهم اللي تعاملت على مدى تلات سنين اللي فاتوا كمان مجموعة عملوا حاكتين حركتين حركة اسمها حركة حسم وحركة اسمها لواء الثورة وصدروا الحركتين دول يعملوا